موسيقى يواصل المرشح للانتخابات الرئاسية عبدالقادر بن جرينا حملته الانتخابية وسط البلاد فأمام أنصاره في مدينة الأغوى تعهد مرشح حركة البناء الوطني بمنح أزيد من 150 ألف سكن اجتماعي في سنته الأولى إذا انتخب رئيسا للجمهورية لدينا حل أزمة السكن وأتوعد هاني قلت 100 وقالوا للمشفيقين ما تقولش 100 هاني نزيد اليوم نسكن بإذن الله قبل نهاية السنة القادمة 150 ألف وسجلوها عليها 150 ألف من الطابقة الإجتماعية والمتوسطة كيفاش ما دخل كلش كيما ندير هاش الشعب يدير عليها ثورة والنساحة وعن الأجواء التي تحيط بتجمعات الشعبية أقر بن جرينا بما وقع في تجمع أمس بأفلو غير أنه لم يتردد بالتأكيد على مواصلته لهذا المعترك الرئاسي وبالفعل جاونا واحد العشرين والا خمسة عشرين وبالفعل أرماؤنا بالحجر صاح ميش كذبة هذا هذه رأي ميش كذبة أرماؤنا بالحجر وسبونا هذا كل كلام صحيح نحن كنا بالمئات مستقبلين ناس الأخوات في القاعة وبالمئات ماشيين في شوارع أفلو وينهي المرشح عبدالقادر بن جرينا اليوم السابع من حملته الانتخابية بالتوجه مساء إلى ولاية الجلفة اشتركوا في القناة